موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم هنا أولاً بالنسبة للحجار في حجار صعبة بالنسبة للنحت ومن أصعب الشغلات التي تحتاج فيها الدقة مثلاً والتركيز لأنه مثل مثلاً هذه لازم تكون مركز في العمل من داخل مهلاً على السبب أعني الأكثر هم استخدمين أكثر هم استخدمين فضروري يعني تكون بالنسبة لما تكون مطقوبة ما تكون مكسورة ما تكون فيها شيء يعني أعرضها للخطر المستقبلاً والآخر يستخدمها تزينة فقط وبالنسبة لهذه يعني هي عبارة عن السلاح اليمني الخاص الذي يعني هو مختص لليمني فهذه عبارة عن جنبية فهذا الغلاف باقي طبعاً الحزام وهذه لكن نحن نفيتنا العمل إن شاء الله تتم ذلك يعني في المستقبل بالنسبة لهذه هذه عبارة عن دلة للقهوة العربية وهي البند يعني القهوة البند طبعاً وهي يعني نفسها المفروضة يعني تكون حريص يعني ومركز على النحت داخلها على السبب يعني ما تثقب أو تكسر أو بالنسبة له بالنسبة له طبعاً من أصعب وأشيء يعني صعب جداً بالنسبة له يعني دقيقة ومعرضة للخطر للكسر مثلاً أثناء حتى العمل وطبعاً بغير حفاظ علىها حتى في المستقبل إنها تكون ثمينة ويعني كتحفة كتحفة لأن الأكثر يستخدمها كتحفة داخل المجالسة أو داخل المكاتب أو داخل يعني من هذا القبيل فهي للتفاخر والزينة يمكن أكثر من الاستخدام بنسبة لهذه الأعمال لكن البعض هم استخدمونها وهي من أصعب طبعاً الشغلات طبعاً هذا عبارة عن بعضهم يسموها براد أو بعضهم يسموها الكتل هالموم هذا يستخدم الشاهي هذا عبارة عن براد يستخدم الشاهي تطهي اللحم بالنسبة له هذه هي تطهي اللحم هذه تطهي بها الحم في الدول العربية بشكل عام بربما حتى إلى الخارج ويفضل فيها لأنه يكون له مداء خاص ويكون له يعني نكهة خاصة في بعض الدول يكون إذا في مطاعم ولا في شيء يكون لها حتى بالمذاق وهو القيمة خاصة غير المعادل المستخدم بالنسبة لهذا هو هذا كنا يعني من قبل كنا في العمل التجريدي هذا ما العمل التجريدي هذا كان النفسي والتجاهي كان في هذا العمل ولكن لسبب الظروف وأحوال البلد يعني اتجهنا للأولية المستخدمة المنزلية على سبب نقدر نقطي يعني مصاريف العيال ومصاريف البيت يعني لأن الأعمال الفنية ما فيها اهتمام في البلد ما فيها ضل الأعداد هذه ولكن إن شاء الله في المستقبل نتمنى أن يكون لها مستقبل وأن يكون لها صيد كما فيها الدول يعني الأخرى العربية والعالمية أطبعا فالأعمال التجريدي هي أعمال فنية ولها ذوق خاص نتمنى أن يكون لها صداء في المستقبلة إن شاء الله في المنزل أو لا فيغة المنزل أو لا فيغة المنزل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر